بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقين وزي ما بنقول كل مرة بنقول مع السابقين مش اللي فاتوا ولا اللي جايين مع كل عصر سابقون في عهد النبي سابقون في عهد التابعين سابقون في عهدنا سابقون من بعدنا سابقون في كل عصر وزمان أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبديله صلى الله عز وجل لنجعلنا منهم كلمنا في حلقة اللي فاتت في آخر الحلقة كلمنا عن دور الشباب وعلوه همة الشباب وقلنا أول مثل هنضرب به مثال للشباب في علوه همة جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه لما زاد اضطهاد المشيكين للمسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد هبالك فراحوا هاجروا إلى بلاد الحبشة المشيكين بعتوا وراهم اتنين ما كانش لسه أسلموا اللي هو عبد الله بن أبي ربيع وعمر ابن العص عمر ابن العص وعبد الله بن أبي ربيع دخلوا على النجاش وخذوا له بعض الهدايا من الجلود وغير ذلك وطلبوا منه أنهم يسلم لهم الصحابة دولة عشان يرجعوهم إلى مكة طبعا لو رجعوهم مكة تعذيبوا قتلوا هيدمروهم يعني فالمهم قد ربنا صلى الله عليه وسلم أن النجاش فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك لا يظلم عنده أحد فقال لا زي ما اسمعت منكم لازم اسمع منهم فكان دور جعفر ابن أبي طالب المتحدث الرسمي عن الوفد الإسلامي فهو اللي هتكلم بطلوب منك أو بطلوب من جعفر ابن أبي طالب وانت لو كنت مكانه في خلال دقائتين ثلاثة قدام ملك من ملوك الدنيا أن انت تعرفوا بكل حاجة عن الإسلام هتقول له ايه دخل جعفر ابن أبي طالب وكان في غاية الزكاة دخل كلمه في ثلاث دقائق من خلال خمس محاور محاور الأولاني بدأ يعرفه بمساوء الجاهلية اه ايها المالكين احنا كنا قوم نقطع الجوار ونسيء الرحم نسيء الجوار ونقطع الرحم ويقتل القوي من الضعيف ونفعل كذا ونشب الخمر ونزني ونفعل يعني واختر له حاجات ما يختلفش عليها اتنين عقلاء مش هؤون متدينين انه ما جابلوش مساء فيها خلافات ما قالوش احنا بنعمل كذا وكذا دي فيها خلاف لا 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 زكار له حاجات ما يختلفش عليها اتنين عقلاء وده من زكاءه فعرفه قال لي دي الايش اللي احنا كنا عايشينها وبعد كده راح معرفه بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم فجاء انا رجل مننا نعرف نسباه وصدقاه وامانته فدعانا الى الله عز وجل لنعبوده ونوحده احنا ما طالبش مني احنا حاجة وحش طلب مني احنا نفعل كذا وكذا وكذا اخبالي وبعد كده بدأ يعرفه بمنهج الدعوة بالشريعة اللي جاي بها نبعى السلام قال فأمرنا بالصدق والامانة والوفاء ومشعف ايه وصلاة الرحم وحسن الجوار وكلام ده كل يعني ما طالبش مني احنا حاجة وحشة خالص من مرة ثم بعد ذلك ذكر بعد ذلك الظلم اللي هم شافوه من كفار كريش عشان يعني ايه يصعبوا على النجاش فقال له فلما فعلنا كذا واسلمنا لله جل وعلا قاموا علينا فظلمونا وقهرونا وعذبونا وفعلوا فعلوا عشان ايه يستجلب ايه يعني العطف والحرام من قلب ايه النجاش بعدها على طول راح ختمها بايها شوف الزكاة ختمها بقى فقال نانو النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى فلان فانه ملك لا يظلم عنده احد فعلمنا اننا نظلم عندك خلاص فأثنى عليه الخمس محاور عرفوا مسائل الجاهلية عرفوا بصاحب الدعوة نبع سلام عرفوا بمأنهاش صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم اللي هو بالاسلام نفسه عرفوا بعد كده بالظلم اللي شافوه من كريش بعد كده قال له احنا جينا عندك لانت ملك لا يظلم عندك احد ما كان من النجاشي اللي انه طالب نسمع شيء من الكرآن فسيدنا جعفر بن نبي طالب بدأ يسمعوا آيات من سورة مريم فلما سمعها بكى النجاشية حتى اخضلت لحياته وطالب من عمر بن العاص عبدالله بن ربيع انه هو ينصرفه وانه هو مش هيسلمهم ليه خالص بفضل الله سبحانه وتعالى وغرس جعفر بن نبي طالب في بلاد الحبشة شجرة او بذرة للإسلام لا تنزع ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده خلال قدية جماعة كل ده خلال ديتين او ثلاثة شف تأديهم متو عالية ازاي وبعد ذلك اسلم النجاشية بل ولما مات بعد ذلك يقدر ربنا صحيحة تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قام وقال للصحابة لقد مات النجاشية وامرهم ان يكون ويصال عليه الصلاة الغائب صلاة الجنازة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اربع تكبرات والصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون تعالوا نشوف يعني برضو مثل تاني لعلوه الهمة عند شباب المسلمين شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودي قصة الحقيقة يعني تؤثر جدا في النفس انا بحب اتكلم فيها جدا جدا اللي هي قصة مصعب ابن عمير اول سفير للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ولا لما قولك كلمة اول سفير للدعوة انا عايز الغيرة تتحرك في قلبك وتتحرك في قلبك والهمة تشتغل اكتر والنفتدي بقى نفكر ايه اللي هنقدمه للإسلام يعني اذا كان مصعب ابن عمير رضا الله عنه رضا اول سفير للدعوة في المدينة المنورة بتسأل نفسك طب ما كون انا اول سفير للدعوة في منطقتي في الشارع بتاعي في العمارة اللي هنا فيه لعل واسه ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما عند التنبذية بسالة دان صحيح ان الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوط في البحر ليصلون على معلم الناس الخير بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم شوف كلماتي النبي صلى الله عليه وسلم ادالوا على الخير كفاعلي شوف اديه من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا بلغوا عني ولو آية بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فالمم مصعب بن عمير كان الكلام دا جماعة بعد بيعة العقبة الأولى انتوا عارفين ان الكفار لما رفض دعوة النبع السلام النبع السلام بدأ يبحث عن اي مجال او مكان يدعو فيه الى الله سبحانه وتعالى اي طربة اخرى تقبل بذرة التوحيد بدأ بعد ما رفض اهل مكة هذه البذرة الطيبة المباركة فانا بعث سام في موسم من موسم الحج خبالك من الموضوع من الأول في موسم من موسم الحج نبع سام قابل ستة من أهل المدينة من أهل يثرب اللي هم بعد ذلك سموا بالأنصار فقابل الستة ستة من الشباب دخل عليهم كلمهم وذكرهم بالله وقرأ بعض الآيات وكلمهم فما كان الأصحاب الفطر النقية أن تتأخر أبدا عن خير تدعى إلي الستة أسلموا في ساعتها أخوة بربية ده كوريش اللي عارف صدق النبي وأمنته وكانوا يقولون عنه أنه الصادق والأمين ما أسلمتش في خلال شوف كم سنة ودولة مجرد ما سمعوه صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمعوه أسلموا في ساعتها ورجعوا المدينة فدعوا قومهم فأسلم سبعة معهم جم السبعة دولة السنة اللي بعدها ومعهم خمسة من الستة اللي أسلموا في الأول بقوا كام بقوا بقوا اتناشر فجم راحوا بيعين راحوا بيعين النبيع السلام باعة العقبة الأولى دي اسمع ايه بايعة العقبة Lo ожид의� بعد باعة العقبة الأولى المباشرة النبيع السلام حس الله تبدأ المسألة ده كانوا السنة اللي فاتت ستة للمرة اتناش Gray وو كان منهم واحد كمان اتاخر يبقى كده بقى تلتاشر خب بالك يبقى معنى كده ان في الاسلام يبقى ينتشر فين في المدينة لا يبقى لازم نبعتهم حد عشان يعلمهم الكتاب والسنة عشان مش معالبوا ايه مسلمين ومعنضهمش علم بالدين فعلى طول من باب بقى ايه اطرق على الحديد وهو سخن راح بعت معهم مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير ده ده فتى مكة المدلل ده كان يمشي في طريق وهو حطت عطر كانت امه تجيب له اغلى انواع العطور من اليمن ومن الشام والملابس وحاجات يعني ارقى اشياء حتى انه كان عدي من الطريق لو انت عديت من الطريق نفسه بعدها بعشر ده ابروبة ساعة تعرف من الريحة ان مصعب ابن عمير كان لسه معدي شوفت خيال ده رات ايه ورغم ذلك لما اسلم حبسته امه وحرمته من كل ثروتها فهرب منها وردية بالاسلام وطرك كل ثروة امه وعاشى في فقر شديد حتى انه لما قتل في غزة احد رضي الله عن ورده كان عليه نامرة يغطون رجليه فتبدو رأسه يغطون رأسه فتبدو رجله يعني يغطوا رأسه وخبوا بقى رجليه يغطوا بايه بشيء من الحشيش من الاذخر سبحان الله ده مصعب ابن عمير فمصعب ابن عمير ترك كل هذا لله سبحانه وتعالى وصافر الى المدينة المنورة كأول سفير للدعوة الى الله في المدينة المنورة خب بالك بقى عمليم نزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن الزرر احفظ معاه الاسماء ديت احنا عايزين نحفظ اسماء للصحابة كأنهم يعني اهلين بل اغلى من اهلين عشان لما نلقاهم يوم اليامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيف على اسعد ابن الزرر بقى طول النهار قاعدين قدام بيت اسعد ابن الزرر اي حد معدي يمين شمال يجبون تعالى اه جاءنا نبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا بكذا وعلمنا كذا ويقرى عليه شيء من الكرآن وشيء من السنة فاسلم عدد كبير من اهل المدينة على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه ورضاه مين اللي سمع بالكلام ده خبارك بقى من الحتة العالية الجميلة دي مين اللي سمع بالكلام ده اتنين من سادة يثرب اللي هو مين سعد ابن معاذ واسيد ابن الحضير عايزك تحفظ معاه الاسماء دي سعد ابن معاذ كان الرضبة بتاعته ومكانته بين القومي كانت اعلى من اسيد ابن حضير فرح منادي على اسيد ابن حضير وخب بالكبير من الحتة الطريفة اسعد ابن الزرارة اللي قاعد مع مصعب ابن عمير قدام بيته ده يبقى ابن خالد سعد ابن معاذ هذا تاني مصعب ابن عمير قاعد مع سعد ابن الزرارة مع اسعد ابن الزرارة اسعد ابن الزرارة ده اللي هو مسلم صحابي جليل اللي هو قاعد مع مصعب ده ده أصلا هو طبعا من أهل المدينة أصلا هو ابن خالد سعد بن معاذ فسعد بن معاذ حجاب أسعد بن حضير قال له روح للرجل ده اللي هو مصعب بن عمير وقال له يروح يدعو في أي مكان تاني ما يدعوش هنا وإلا هنقتره فأسعد بن حضير سمع كلامه ورح واخد الحربة بتاعته ورح جاري على مين على مصعب بن عمير وأسعد ابن زرارة أول ما وصل ماسك الحربة رح مركزها في الأرض وكلمه كلام خشن جدا قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مخطورا ظن التهديد واضح جدا يعني لو أنت بقى ما كان سيدنا مصعب تعمل إيه أنت تقتلنا إنت تضعفش أنا مين ولا ابن مين ولا شاف إيه وقال له تقول له أسعد قال له عرفه بس أنا مين أخذ بالك إنما لقى ما خدهاش حمية فبكل أدب بالأدب الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يشوف الكلمات الهادية قال أول تجلس فتسمع فإن راضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره طب قعد بس يعني طب اسمع بس إحنا بقول إيه وإذا كان الكلام يوفقك خير ما وفقكش إحنا أسفين على الإزعاج وخبارك نأسف لإزعاج فالمهم فراجل كان عاقل يعني وسيد بن حضاء راجل عاقل فقال له لقد أنصفت كلام كده كلام عقل راح زيح الحربة وأعد أعد يسمع الكرآن من بين ثنايا مصعب بن عمير مصعب بن عمير لتنميز النبي صلى الله عليه وسلم فجال سيقرأ الكرآن وكرآن طالع من يعني تخيل بقى مصعب بن عمير أسعد بن زرارة بيقول وهو شايف بقى عينيه على مين عينيه على أسيد بن حضاء قال والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم فبالله احنا كنا شايفين الإسلام في وشه قبل ما يقوله أنا أسلمت فلما قرأ مصعب على أسيد بن حضير قال أسيد ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين خبالك كان لسه من ديتين جايز عايز يقتله دولة يقول له ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين قال تغتسل وتطهر وتغير ثوبين كم شاف إيه وخبالك وتصلي ركعتين وتنطق شهادة الحق وتصلي ركعتين فعلى طول راح ساعت اغتسل وتطهر وغير ثيابه ورح نطق شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ومشي الوش نفسه تغير ملامح الوش تغيرت فأول ما وصل لساعد بن معاذ ساعد بن معاذ قال لك بس ساعد بن معاذ قال لك بس يكسر الدنيا وزمانه ده تقاتل مصعب وزمانه جايب لي في إيده اليمين راس مصعب وفي الإيد التانية راس ساعد ساعد بن الضرارة ويبقى خلص الموضوع يعني فلا جاي مفسوط خلص ومنشرح ورشه كده مبتسم يأخذ بالك فبص ساعد بن معاذ للناس اللي حواليه لأ في حاجة قال لهم والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به شيء طبيعي ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام والإحسان سمت يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من العباد فالمهم فدخل أسعد بن الضرارة أسيد بن حضير كان قال كلمة حلو أو المصعب خباله بقى هو الرجل أول ما أسلم على طول ساعتها في لحظتها شال هم الإسلام قال له والله يا مصعب إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها لو تعرف تخليه يسلم إن شاء الله بإذن الله سمعها تعالى استعم بالله بس كده واشتغل عليه فمصعب بن عمير قال له بس ما عليك إلا أن تأتيني به بقى ستقولي هنا وربنا يقدرني إن شاء الله أستعين بالله طب لو أنت ما كان أسيد تجيب ساعد أسعد بن عز شديد جدا يعني تجيبه إزاي إذا كان هو عايز يقتله تقوله تعالى اسمعه قاعد يفكر في حيلة أنا قلت لك من خمس ده إيه إن أسعد بن زرارة اللي قاعد مع مصعب بن عمير بامين ابن خالد سعد بن معاز قال بس هو ده الخط اللي أنا أبدأ بينه فدخل على سعد بن معاز قال له يا سعد إنت أتعافش إلا حصل قال له إيلا حصل قال له ده قابلة بني حارثة لما عرفت إن أسعد بن زرارة قابلة بني حارثة كان فيه بينهم وبين سعد بن معاز عداوة قال له لما عرفت إن أسعد بن زرارة ده إيه بن خالتك راح عشان يقتروا إيه حقه أخو بلك عشان إيه خليه إيه يروح يجري عشان يلحق يروح يسمع مصعب بن عمير فسعد بن معاز خديته الحمية راح واخد الحرب وجاري عشان بقى يقاتل أي حد هي تنمين ده ابن خالتي وأنا واخوي على ابن عم وعلى ابن عم على الغريب والمنطق التعبان ده المهم يعني إيه فرح جالي هناك عشان يلحق مين يلحق ابن خالته أسعد بن زرارة فوصل هناك لقى مصعب قاعد وأسعد قاعد وقعدين والحالة زي الفل وقعدين مبسوطين وما فيش أي مشاكل خالص فعرف إن أسيد بن الحضير متعمد إن هو يجيبه هنا عشان يسمع فهم الموضوع يعني فرح مركز الحرب وأن نفس الكلام اللي قاله أسيد بن حضير ما الذي جاء بك يلونك بكلم مصعب ما الذي جاء بك يلونك تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبن نفسك مقتولا بنفس الهدوء الجميل والأدب الرقيق الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم فرح المصعب قال له أوى تجلس فتسمع فإن راضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره فبرضو سعد بن وعاف برضو رجل عاقل رغم الشدة دي كلها رجل عاقل فقال لقد أنصفت فقعد يسمع الكرآن أول ما سمع برضو أسعد بن زرار يقول نفس الكلمة يقول والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم سعد بن وعاف بدأ يسمع الكرآن وبدأ يتسم وبدأت أسارير الوجه كده يعني تنشرح ورح قيل لمصعد ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين قالت يا اختسل وتتطهر وتبدل ثوبيك وتنطق شهادة الحق وتصدرك عاقين فقام سعد بن معاف في ساعة عمل كده وأسلم لله جل وعلا ما قالش بقى الحمد لله إن إحنا أسلمنا وربنا أنقذنا من نار جهنم نروح ننام بقى ونرتاح أبدا في نفس الليلة طب ما تبدأ دعوه من بكرة لا 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 طب استنى بس لما تتعلم شوية أبدا من غير ما يتعلم ولاي حاجة هو بيدعو الحاجة هو تعلمه أشهدتين الدعوة إن الناس تبقى موحدين الله سبحانه راح جاري على القبيلة بتاعته القبيلة بتاعته اسمها إيه قبيلة بني عبد الأشهل طيلا على القبيلة وطيلا على زيك جدا جدا خب بالك بقى أنا ممكن لك أقولك مثلا أنا عايز أعمل كذا وكذا وكذا وإنت مش مخترع بالموضوع ده فعشان أقولك الموضوع ده فأنت ممكن ما تخترعش فترفضه بالأول إنما لما أجأ أقولك إيه رأيك فيه تقولي ده أنت راجل فاضل ده أنت من خيرة الناس ده ياريت الناس كلها زيك مثلا ده المدد مثلا مش بقصد شانا بتكلم عن عموما نعم ده أنت من خيرة الناس فأقولك طب إيه رأي با أنا اخترت أن أعمل الموضوع الفلاني وإنت بتقولي أنا من خيرة الناس ومن أعقل الناس تعملوا معايا في الوقت أنها تعمل إيه هتوافق لأن أنت اللي شاهدت على نفسك هو ده اللي عمل سعد بن معاذ قال يا بني عبد الأشهل فرحوا اجتمعوا كلهم القبيلة كلها فقال ماذا تعلموني فيكم إيه رأيكم فيي أنا أنا عايز أعرف رأيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأعقلنا وأفضلنا رأيا وأيماننا نقيبة عن أنت اللي فينا والبقى صارت المهم يعني إيه أنت أحسن رأيت فينا كلهم فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا يا الله سبحان الملك كل دولة يسلموا آه لا أخذ بالك من حاجة بقى كمان لسعد بن معاذ كان سبب دخول أكثر أهل المدينة في الإسلام يعني من أكثر من كان عونا على إن الإسلام ينتشر في المدينة من وراء بعد مصعب بن عمير كان سعد بن معاذ شفت همته وصلته ليه وصلته إن أنا مش معقولة إن أنا أكتفي إن أنا بس مسلم لا أنا لازم كل الحالات دول يسلموا وابدأ من مين وأنذر عشادتك الأقربين آه يعني آرب الناس إليك ما بقاش النهار ده أنا داعية وبيتي خربان ما بقاش داعية وزوجتي تعباني مش منافس حجاب ما بقاش داعية وبناتي ماشين عيرانين ما بقاش داعية وعيالي ما بصلوش لا وأنذر عشادتك الأقربين كو أنفسكم وأهليكم نارا وخودوا هالناس والحجارة وخبر بله كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن رعيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف موقف تاني لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عشان تعرف قديه همته عالية قديه وقديه قدم للإسلام خدمات اللي لا تخطر على قلبه بشر الخدمة الثانية اللي قدمها سعد بن معاذ كنت انت يا جماعة وويش معايا المعنى الجميل ده في غزوة بدر في غزوة بدر يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعد باعة العقبة أو في باعة العقبة الثانية كان من ضمن الشروط التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وكان 72 واحد بيعوه ومرأتان انها مع السامق اللهم ايه تبيعون على السامق والطعف النشاط والكسر وعلى الأمر المعروف والنهاء على المنكر وعلى كذا من ضمنها وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني يعني تحموني مما تمنعون منه أزركم وأموالكم أزركم كناية عن المرأة يعني زي ما بتمنعوا نسائكم وتحموا نسائكم وأموالكم تحموني أنا كمان ده فين؟ جوه المدينة المنورة طب غزوة بدر فين؟ بر المدينة المنورة طب وهو النبي لو أمر الأنصار يخشه يجاهده في سبيل لحد يرفض طبعا لا أما الليه النبي على السلام عايز يعرف رأيهم لسبب عشان عايزهم يحتسبوا خب بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبع السلام عدد الجيش كله 300 وشوية وعدد الكفار 1000 وشوية يعني يعني الجيش الإسلامي تلت عدد جيش المشركين فالمسألة صعبة وده أول جهاد وأول لقاء بينه معسكر التوحيد ومعسكر الكفر والنبع السلام المشكلة الكبيرة إن الجيش كله على بعضه تلت جيش المشركين والمشكلة التانية إن عدد الأنصار اللي في جيش المسلمين ضعف عدد المهاجرين طب يعملين نبع السلام طب أنا خدت العهد على الأنصار يجهدوا معايا جو المدينة ده الموضوع برا المدينة فنبع السلام بحياء وأدب الجم قال أشيروا علي أيها الناس أركز معايا في الحتة الجميلة دي أوي قال أشيروا علي أيها الناس ففطنا لذلك الأبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا قالوا كلام جميل جدا يعني معناها أننا معاك يا رسول الله ونجاهد وحصل إيه وراك نبع السلام عايز الأنصار عايز رأي الأنصار مع أبو بكر وعمر والمقداد التلاتة مهاجرين هو عايز رأي الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس خبالك بقى ففطنا لذلك صديق الأنصار سعد ابن معاذ اسمع الكلام الغالي والله لو معك ألم اكتبه اسمع الكلام الغالي قال لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله قال أجل خبالك بقى سعد أليه قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة فامضي لما أراك الله يا رسول الله فوالله لأن استعرضت بنا هذا البحر فخطته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله يا رسول الله في رواية التانية قال سعد بن معاذ يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي وسط نار وجهه وقال سير وأبشره فإن الله وعدني إحدى الحصنيين فوالله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا هنا يتقتل أبو جالي هنا يتقتل أبو جالي هنا يتقتل فلان يبقى تتر فلان يا سبحان الله الموقف الثالث لسعد بن معاذ في بني كريضة يوم ما حصلت خيانة يهود بني كريضة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب وطبعا كان عشر تلاف مشرك محوطين المدينة فبني الخندق بناء على المشورة الجميلة التي قالها سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم فالمشركين مش لقين أي مكان يخدش منه إلا من خلال بقى الأبواب الخلفية اللي هي عن طريق يهود بني كريضة راح إدروا يلعبوا لعبة كده وأقنع يهود بني كريضة لهم يفتحهم الأبواب وبالفعل حصلت الخيانة وفاطن الله النبي صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله ربنا قدر إن جاءت النصرة وأجلي هذا الجيش عن المدينة من وراء فحب النبي يصفح حساباته مع يهود بني كريضة لأنه كان في عهد ما بينهم يا إما أي جيش يخز المدينة يتوقفوا معنا ونقاتلهم مع بعض يا إما تخليكوا على الحياد تسيبونا إحنا والجيش بقى الأعداء دولة نقاتلهم بس أنتم ما تخلناش فخانتهم إيه اليهود حب النبي يصفح حساباته مع يهود بني كريضة خب بالك بقى سعد بن معاذ كان صديق حبيب جدا وحميم ليهود بني كريضة قبل الإسلام فبعد الإسلام بقى مفاصلة بين الكفر وبين إيه الإسلام وبين الحق والباطل ولأ وبراء فجه استشاره ننزل على حكم مين فقال له ننزل على حكم سعد بن معاذ نوعى سامنا على سعد بن معاذ تعالى يا سعد احكم في مين في يهود بني كريضة فقال احكم فيم يا رسول الله قال احكم فيم يا سعد فقال فإني أحكم فيهم يا رسول خذ بالك وداخل بقى يهود بني كريضة أو ما شفوه استفشاره قالوا يا أبا عمر حلفائك وندوائك لا تنساش الأعدات الحلوة اللي كنا من عودها زبان فحنا حبايبك يعني فقال لقد أنا لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخشى في الله لما تلائم يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تصبى نساؤهم وذرريهم وأن تقصب أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في اللحظة دي إيه اللي حصل حصلت المفجأة الجميلة العجيبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه ورضاه صاحب الهمة العالية لأدم خدمات عظيمة للإسلام ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك اهتز لموت سعد بن معاذ أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد كما فصل ذلك الإمام النووي قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ اهتز إزاي وإيه اللي حصل بالضبط ده اللي هنفسره بالحلقة اللي جاي لإني مش هلح أختم الحكاية الجميلة دي لسعد بن معاذ إن شاء الله انتظرونا غدا إن شاء الله نكمل مع بعض إيه اللي حصل لسعد بن معاذ فكن من السابقين أسأل الله عز وجل لنجمعنا في فردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إن شاء الله أشهد أن لا إله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر